السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد على قناة وصفة نت كنتمنى فيديو اليوم يلقاكم وانتم في تمام صحة وعافية اليوم ان شاء الله سنشارك معكم واحد الخبيزات هائلين للشرج بالشاي ممكن تعملوهم حتى الصندويتشات يعني متعددي للاستعمال انتمنى تجربوهم كيجيو خفاف ورطبين وهشاج اهش من القاطن نخليكم مع الفيديو على بركتي الله في ايناء العجن كنوضعوه الدقيق القياس ديالو 150 ميلي لتر هو باش خدينا القياسات كنضيفوه في الاول كأسين من بعد غادي نغربوهم وغادي نضيفو الكأس ثالث يعني في المجموع كنحتاجوه لثلاثات الكؤوس من الدقيق ما يعاديل 300 غرام لان الكأس كيوزن 100 غرام في الدقيق كيس خميرة حلوية بيكين باودر من وزن 8 غرام غادي نضيفوه كذلك على الدقيق ونخلطوهم مع بعض باش تعطينا خميرة مفعول ديالها اكثر ونغربوهم طبعا من بعد غادي نضيفو كيس سكر بنكهات الفانيلا وخفيهم الفانيلا كيجي مدقهم رائع و تناولوهم مع المالح كما ممكن تناولوهم مع الحلو كنضيفو اليوم ثلاثات المعالق ممسوحة من السكر إلا بغيتوهم يجوا حلوين بزاف عملوه ربعات المعالق غادي نضيفو ملعقتين من الزبدة ما يعاديل 40 غرام الزبدة يستحسن تستعملوه حيوانية من نوع جيد غادي نضوبوها على حمام مائي هنا يعملت مقراج و هكا غلقتوه خليتها تضوب و كنجي جانيبا كنعمل ملعقة ممسوحة من خميرة الخبز كما قلت لكم وخافي هالسكر ما كيجيش بظاهر ما كيجيش باين تقدرو تعملوه المالح والحلو بغيتو تعملوهم حلوين كنضيفو السكر كنجيبو بيضة وحدة كنزولو لي هالبيض نضيفوه مع دقيق و الصفار نحتفظو بيه باش غادي ندهنو بيه الوجه ديالهم من بعد كنضيفوه ملعقة صغيرة من الملح هنا يضيفوه في الاول انا رغا ما تفكرتها حتى الدهبة الحمد لله اللي تفكرتها غادي نخلط لكل جيدا غادي نخلي جانيبا و غادي نجيب اللبن ممكن تعوضوه حتى بالحليب انا عملت اللبن عدنا كأس الا ربع من اللبن غادي نضيفوه هالزبدة باش يدفى غادي نرجعوه لحمام مائي باش ندفيو اللبن مع الزبدة ايلا عملتو الحليب را ندفيو مباشرة هنا يل البن را ما كيس خنش لذلك كندفيو على حمام مائي بها الطريقة من بعد غادي نجيبو الخالي يدلزب دولبن و غادي نبدو نضيفوه هم على دقيق بشكل تدريجي شوفوك نرضع الاصبع بحيث نتحملو درجة الحرارة على بركتي الله و كان مدعوهم و كانبقاوه نخلطوه كب ملعقة هنا يا ملاحظة را غادي نحتاجوه للماء غادي نعطيكم الكمية المضبوطة انا غادي نضيف كل هاد الكمية و غادي نخلطها جيدا مع دقيق حتى كتنساجم معاه اذا من بعد كنجيبوه الماء غا نحتاجوه ربع كأس من الماء فقط لان ذاك الخالي تديل البن و الزبدة كيخلينينا العجينة متماسكة لكن كتبقا سلبة هنا كنضيفو الماء باش نحصلوه على عجينة لينا بعض الشيء باش يجيوناه هجاش وخفاف غادي نضيف كذلي كمية اخرى من الماء غادي نحاول نشربها الماء جيدا باش عجينة كما قدت لكم الشيش ومهوي وخفيف و غادي نعجنوه باليد العجينة ما تحتاش للدلك فقط كان عجنوها فقط يعني بدون دلك و بعد ما تكونت عندنا عجينة متماسكة عجينة لينا كتكون عجينة خفيفة غادي نغطيوها بلاستيكا يدائي و نخليوها تختامر حتى يضاعف الحجم ستختامر بسرعة لان الجو عندنا ساخن بعد ما اختامرات الضاعف الحجم ديالها غادي نستخرجوا من الهواء و شوفوا العجينة تلتسق في اليد و تلتسق كذلك فذك الإناء اللي عملنا فيها غادي نجيبوا الدقيق و غادي نبدو نشكلوا في العجينة كارشو سطح العمل بسم الله كنوضعوا العجينة ديالنا ندهنو حتى اليد ديالنا بالدقيق باش ما تلتسقش و كنجي و نقسموا العجينة على حساب الحجم ديال الكورات اللي بغيتو و اش بغيتوهم صغارين و الاكبارين كي بقى لكم الاختيار انا هنا را غا نعمل منهم ستة وحدات اولا ستة كورات غادي نشكل منهم دوائر و نوضعهم جانبا بعد ما شكلنا العجينة ديالنا غادي نجيبوا ميد لك و دائما مساعدة تدقيق غادي نوضعوا هديك اللي شكلنا هي الاولى تكون ارتاحة و نجيبوا الميد لك و نبدأوا بسطوف العجينة بحيث ما تكون شغليدة و ما تبقونش سميكة غادي نوريكم السمك ديالها من بعد غادي نحاولو نعطيوها شكل دائري ولا شكل لا شكل قرص و انتم ما غادي تشوفوا معاي السمك ديالهم كيفاش يعني هلا هي تشكل تقريبا واحد الخمسة ميليمتر مهم من الربعة الخمسة ميليمتر را غا نتافخوه من بعد و كنستمروا بنفس طريقة حتى كنكملوا كل كورات اللي شكلنا كنجيبوا صفيحة الفرن ندهنوها بالزيت او لنفرشوها بورق الطبخ انا ادهنتها بالزيت يعني نفس شي و غادي نجي و غادي ندون و نوضعوهم نخليوا واحد مساحة او لمسافة بين واحدة و اخرى علاش لانهم غادي اختامروا مرة اخرى و غادي نغطيوهم هنبعدتهم شوية نغطيوهم حتى يختامروا تقريبا واحد ربوع ساعة هون مبعد ما اختامروا غادي نجيبو ذيك البيضة و غادي نضيفو عليها كمية من سكر بنكهية الفانيلا باش كنزولو ذيك الرائحة ذي البيض غير مستحبة كنخلطو الفانيلا مع صفار بيضة جيدا و كنجيو المرحلة الاولى بغيتو تستعملو هالطريقة يعني الدهنوهم هو الاول بالبيض كي بقال يعني ممكن غادي نوريكم طريقة الاولى هي كندهنوهم بالبيض لا تشكل من الاعلى والجوانب و من بعد كنجيبو واحد السكين و كنحاولو اننا نقطعوهم بشكل في الاول بشكل طولي و من بعد كنجيو و نعملو العكس باش يعطينا مربعات و غادي نوريكم طريقة ثانية و غادي نقول لكم تكون طريقة للعملية كنجيو هنا بالعكس و كنعملو كذلك خطوط نحاولو المسافه اللي عملنا بين كل خط و اخر تكون نفسها باش نحصلو على مربعات متساوية الحجم اما بالنسبة لطريقة ثانية هي كنجيو و نقطعوه الاول كنعملو يعني اشرته طوليه و كنجيو و كنعملوهم بالعكس و حتى الاخير عدا باش كندهنوهم بالبيض غادي نجيو غا نعملها هكا بالعكس طريقة ثانية هي كنقطعوه كما قلت لكم بعد باش كندهنوهم و الطريقة الاولى كتبقى اسهل يعني بدهنوهم عش تقطعوهم كتكون اسهل هنا بعد ما دهناهم بالكامل بصفار البيض ممكن تعملو عليهم السمسيمو و لازنجلان ممكن تعملو عليهم بازو انا ابنتي ما كيقلوش هادشي لذلك خليتهم هكا عادية هاد يدخله من الفرن هنعمل النار من الاسفل حتى يتحمروا من بعد غا نحمرهم من الفوق من نسبة لدرجة الحرارة غا نعمل 160 وبس نسبة لفرن غادي يعملوا درجة حرارة متوسطة اذا هنا بعد ما تعملوا النار من الفرن كمشتم معي كيكون هذا هو شكل هنعملتهم حتى برده كيجيوهم فعلا رائعين تحفى و مكوناتهم كمشتم معي مكونات بسيطة تناولوهم مع الحلو تناولوهم مالح كما ممكن تحشيوهم و تعملوهم على شكل ساندويتشات كيبقى لكم تنظروا نتمنى فعلا انكم تجربوهم و نتمنى دائما لا تخفوش علي بقى رائعكم و نتمنى تعليقاتكم كذلك الى عندكم ملاحظة او انتقاد مرحبا تعليقاتكم هي لكتخليني في ستي مرار و كتخمليني انا نرطي المزيد المزيد ان شاء الله نتمنى ان نبقى دائما عند حسن ظنكم و معلية الا نقول لكم جربوهم كيجيو تحفى والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته